شباب معكم على من كذا سوق واليوم عندي لكم شنطتين من شركة كوغر خاصة بالجيمرز طبعا هاي الشنطتين فيهم اشياء مميزة ليش انا اشتري هاي الشنطة هاي الشنطة خاصة حق اللي عندهم معدات كثيرة يسافرون يبوهم بطولات حاب واحد ينظم اغراضة فعدنا الشنطتين بنتكبروا لكم مميزاتهم بالتفصيل طبعا قماش الشنط هاي يكون مضاد للماء انه يعني اذا طاح عليها ماء ماء يتأثر او شي رغم واحد رغم اثنين انه فيها مساحات كبيرة للتخزين من كل مكان باويكم اياها الشكوبر بالاضافة الى عندك لوك حق الشنطة يمكن هاي اول شنطة تبهر عشوف فيها لوك هاي دائما انتوها في شنط السفر بس هاي مميزة وفيها هاي الشنطة انه فيها قفل عشان ما تنسرك شي ثاني من المنظر الخارجي الشنطة تقدر تشيلها بهاي الطريقة كشنطة فجال العمال الطريقة او تشيلها بهاي الطريقة او الاحلام الموضوع انه عندك مكان تفتحها وتطلع الا هي الايدي مع الشنطة عشان تخليها الشنطة تظهر او عندك الخيار نفس ما اقلت لك انه تكون شنطة عادية تحملها بالمقبض لليد شي خارجي بعد انه فيها هاي البطانيات حق الظهر عشان نتخفف الضغط على الظهر نفس ما تشفون لما تشيلها شي بعد موجود جلدام لعبين رياضة الالكترونية عندهم شعارات يلاصقونها فحاطينلك هني مكان اذا عندك شعار تقدر تحطه هني وتلصقه عشان الناس تعرفوا الله او او انا من هاي الكلام لما بنتكلم على المداخل الخارجية عندنا هني واحد عندك تقدر تحط فيه اشيه مثلا بتحط فيه الجوال وتسكر عليه هاي تقدر تخليه اعتقد فيه مدخل خارجي سري بس ما ادري وينه عندنا هني بعد مدخل بعد تقدر تخلي الجوال وتسكر عليه هاي بعد مدخل عندنا حاريا قاعد تشوف المداخل هني بعد عندنا حاق مثلا تحط حاق الماء تقدر تخليه بهاي الجهة هاو ده مثال تقدر تخلي الماء هني بها الطريقة وتكون هني ما سكوك تقدر تخلي شي او اذا ما بغيته يبتسكها المهم خلنا نفتح هنشوف بعد شنو عندنا اشياء تقدر تسويه في هاي الشنطة عندك تقدر تفتحها بها الطريقة عندك هني مداخل عندك هاي بعادة اللي حاب تحطها حاق الظهر بس ما تكون على ان الكتفين عندك هني اول شي عندك هني تقدر تخلي اشياء عندك هني مكان عندك هني مكان عندك هني مكان هني عندك مكان هني عندك مكان تقدر تخلي شي داخل هني تقدر تحط اقلام وهني بعد عندك مكان وبعد نفسه عقب ما تحط اشياء داخل تقدر تحط اشياء هنية فوق تقدر تسكرة هاي بعد عندك اماكن وايد الحين عندما نفتح الشنطة الحلو ان تقدر تفتحها بال يعني خلنا نقول ثمانين بالمئة منها فلما تفتحها بالثمانين بالمئة فتقدر تضبطها بالطريقة اللي انت تحتاجها والله انت عندك لابتوب تقدر تخليه عندك كيبورد تقدر تخليه عندك هني والله بحط او والله شي حلو لو شوفوا من الداخل بعد عندك رويكم انه في شي حق يحمي اللابتوب من الضغط انه فيش فنت داخل فاليمين وليساره عشان يحمي من الضغط عندك هني دير تخلي مكان هني مكان هني تقدر تخلي اشياء وهني بعد تقدر تخلي اشياء مثلا بتحط ثياب تقدر تحطهم هني وتسكر عليهم فهي الشنطة انا اشوفها مثالية حق كل شي يعني انا حق السفر تناسبني لان اقدر اقسم كل شي بطريقة صح السماعة الكيبورد الماوس موز بيد ثياب هاي النظرة على الشنطة هذي من كوغر فيه شنطة ثانية تكون ابسط برويكم اياها حين ما اعتقد بعد فيه مكان خلصت كل اماكن شقد اماكن عندنا هاي الشنطة ثانية اخاف وزن واخاف حجم اذا كنت ما تحتاج كل هالاشياء وعندك ميزاني اقل تقدر تاخد هذي عندك هني مكن تقدر تخلي فيه اشياء مثلا تخلي مالكنترولر هني والله بتخلي الكنترولر داخل تقدر تخلي هني مساحه ووالله محفظة يتي بتخلي هني عندك هني بعد مكن اوسع تقدر تخلي فيه اشياء اكثر ماذا شنو بتحطه يعني كل واحد بحط شي تاني الشنطة بعد تقدر تشيلها بها الطريقة يعني اذا بتحط لابتوب بتكونو مناصبة بهالطريقة من داخل عندك مساحة كبيرة عندك هني تقدر تخلي اشيه هني هني عندك مساحة كبيرة وهني اذا بتحطها حق اللابتوب تقدر تخلي لابتوب هني تخلي اشيه هني فعندك توزيعات كاملة وفيها بطانية خفيفة ان تقدر تساعدك حتى تقدر هذي ترجعها داخل والله انا ما احتاج الظهر وتسكر عليها وتخليها شنطة مقبضية ويتبس وتكونوا بها الطريقة الشنطة هاي بالنسبة للشنططين من كوغر اذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك واذا حابت انشاء القناة اضغال ازبسكرايب بكم شي حلو اتقام معكم على مع السلامة